هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبعجة الأبرار فقرعوا ودعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شاريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كراءة في كتاب ما زلنا أيها الأحبة الكرام نستعرض مع حضراتكم فصلا من فصول كتاب خزائن الخيرات هذا الفصل أيها الأحبة الكرام خصصه المصنف غفر الله لنا وله في شأن صلاة الجمعة وما ورد في فضلها وسوادها والمعنى الذي يريده المصنف بذكر ما يتعلق بصلاة الجمعة هو لفت النظر إلى المحافظة على هذه العبادة الجليلة عبادة صلاة الجمعة ففي الحفاظ عليها والمداومة عليها أولا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لسنته وثانيا زيادة في إيمان العبد فإن الإيمان يزداد بالعمل الصالح ثالثا يتحصل العبد من ورائها على أجور وفيرة فبدأ المصنف بذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشهور جدا والذي ربما مر علينا في أكثر من فصل من فصول هذا الكتاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر وفي لفظة أخرى أو رواية أخرى ما لم تغشى الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة الفائدة الأولى أن فيه فضيلة للمحافظة على الصلاوات الخمس ثم إن فيه فضيلة للمحافظة على صلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة ثم إن فيه فضيلة المحافظة على فريدة الصيام في رمضان وما يتعلق برمضان كله من صلاة وقيام وغيره ثم إن فيه فضيلة أيضا للعمرة فإن المحافظة على نسك العمرة وإن كان نافلة وتطوعا فيه أجل عظيم فالعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما لكن قيد هذا كله بقوله عليه الصلاة والسلام ما لم تغشى الكبائر أو بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر ففيه هذه الفائدة الأخيرة ألا وهي أن نتكفير الذنوب ومنفرة الذنوب بهذه العبادات الجليلة من الصلوات الخمس إلى الجمعة إلى العمرة إلى رمضان وما يتعلق به إنما هي على صغائر الذنوب واللمم وليس على الذنوب الكبائر فإنما اشترت أهل العلم للكبائر التوبة إلى الله تبارك وتعالى ثم الإتيان ببعض العبادات الكبرى كعبادة الحج من ناحية أو كأن يرزق العبد شهادة في سبيل الله عز وجل من ناحية أخرى ثم ذكر المصنف غفر الله لنا وله حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها فانظروا يرحمكم الله إلى جمال وجلال وعظمة هذا الحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني اغتسل وتسبب أن يغتسل أهله لأنه قضي بينهما ما يقضى ويكون بين الرجل وزوجه ثم بكر وابتكر أي بكر في الحضور إلى الجمعة ويعني ذكر غيره أن يبكر بالحضور إلى صلاة الجمعة ونحن نعلم فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة التي يتكسل عنها الآن الكثيرون منه أنت ترى الإمام أو الخطيب يصعد المنبر ولم يكتمل من المسجد إلا صفين أو ثلاثة بينما بقية المسجد لم يجد فيه لا تجد فيه أحدا من المصليين ويبدأ الناس يتتابعوا في الحضور أثناء خطبة الإمام وربما بعضهم يدخل عند أن يهم الإمام بالنزول من المنبر والأمر بإقامة الصلاة مع أن الأصل والهدي النبوي والسنة الشريفة إنما هو التبكير إلى صلاة الجمعة وقد ورد في ذلك فضل حديث جليل جميل قال عليه الصلاة والسلام من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقاره ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاتم ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجه ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضه فتأملوا الآجر المتفاوت بين من جاء في الساعة الخامسة اللي مثلوا كمثل من تصدق ببيضة كانت البيضة زمان بجنيه النهاردة البيضة بخمسة وبين اللي جاء في الساعة الأولى الذي تصدق ببدنة بدنة كانت زمان بـ 8 تلاب بـ 10 تلاب بـ 12 ألف النهاردة البدنة بـ 40، 50، 60 ألف أو تزيد فتأملوا لطار الفرق في فضل الرجلين من تصدق بـ 50، 60 ألف جنيه اليوم وبين من تصدق بـ 5 جنيهات اللي هو قيمة البيضة هذا شأن من حضر في الساعة الأولى وشأن من حضر في الساعة الأخيرة وهي الساعة الخامسة طيب بعد الساعة الخامسة قال عليه الصلاة والسلام في شأن الملائكة القائمين على أبواب المساجد ومعهم الدفاتر والسجلات يسجلون الناس الداخلين الأول فإذا أذن المؤذن يعني صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن الأذان الصلاة بعد صعود الإمام المنبر طويت الملائكة الصحف والسجلات ودخلوا يستمعون الذكر فمن دخل بعد صعود الإمام وبعد الأذان فإنه لا يسجل في سجلات حضور الجمعة ليه؟ لأن الملائكة خلاص طويت الصحف ودخلوا يستمعون الخطبة كما يستمعها الناس فالمتأخر الذي دخل بعد صعود الإمام وابتداء الخطبة هذا لم يسجل اسمه في سجلات من حضر الجمعة فحسبه أن يخرج برأس ماله ورأس ماله هو الصلاة يعني حسبه أن تكتب له صلاة الجمعة أو تجزئه صلاة الجمعة لأنه سيؤديها مع الإمام لكن فاته خير كثير وفاته أجر كثير فاعتبروا أيها الأحبة الكرام وانهضوا أيها الأحبة الكرام لتحافظوا على هذا الهدي القويم هدي التبكير إلى الحضور إلى صلاة الجمعة كما رغبنا في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غصى اليوم الجمعة واغتسلى وبكر وابتكر ومشى ولم يركب مشى ولم يركب باعتبار إن أبعدنا في الصلاة أكثر أعظمنا في الصلاة أجرا أبعدنا إليها ممشى وإذا يعني غدل إلى المسجد أو راح فخطوطاه إحدهما ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة يعني المسج أفضل من الركوب إلا من ضرورة قال ودان من الإمام لأنه دخل أولا يعني في الساعات الأولى فدان من الإمام كان في الصفوف المتقدمة واستمع ولم يلغو استمع وأنصرت جيدا ولم ينشغل عن سماع الخطبة قال كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها على حد سواء ثم ذكر المصنف غفر الله لنا وله حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فينصت حتى تقضى صلاته أو حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة يعني تأكيد للمعنى المشهور في حديث أبي هريرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم يغش كبيرا فهذا رجل تطهر في بيته كما أمر الله عز وجل فأسبغ الوضوء وأسبغ الغسلة ثم خرج من بيته حتى أتى المسجد فخطواته ترفع إحداها درجة وتحط الأخرى خطيئة ثم أنصت مع الإمام إلى الإمام ولم يلغوا حتى إذا قضى صلاته فإن ذلك كفارة لما قبلها من الجمعة فمن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب والآثام أخيرا في هذا الفصل المخصص لصلاة الجمعة وشأنها وفضلها ذكر حديث أبي عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة نعم حديث أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة والله أريدك أن تسمع هذا الحديث وأريد من نفسي أن أسمع هذا الحديث مرة ثانية بل وثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ما أكثر إهمالنا لهذه الصلاة الجليلة ولهذه الفريضة العظيمة أن تفوتنا أعظم الصلوات عند الله عز وجل وهي صلاة الصبح في يوم الجمعة في الجماعة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصلاة وأن يوفقنا وإياكم للجمع والجماعات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبعجة الأبرار فقرأوا ودعوا الله في الأسرار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيد بالأخبار